موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية نستهلها بالعنوين الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والزيارة تصل المدينة المنورة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 متضمنة 86 مليار ريال في الاحتياجات التمويلية ولضمان جودة المخرجات التعليمية هيئة تقويم التعليم وتدريب توقع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 20 شركة تعليمية عالمية موسيقى تفاصيل النشر بسم الله الرحمن الرحيم بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة توافد إلى المدينة المنورة وتضم الدفعة الأولى من المجموعة 250 معتمرا ومعتمرا من الشخصيات الإسلامية البارزة في 14 دولة من شرق آسيا ومن المقارر أن تصل الدفعة الثانية وثالثة من المعتمرين في وقت لاحق من اليوم ليكتمل وصول ضيوف المجموعة الأولى والتي تضم ألف معتمر من جميع دول العالم دشن المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل المتحد عددا من المنصات التقنية المعنية بالتحول الرقمي الخارجي للمجلس تتضمن منصة بلاغات لحجاج الداخل ومنشآت خدمة حجاج الداخل ومنصة تحسين عمليات الانتخابات والتمثيل بواسطة منصات إلكترونية مثل تسجيل الحضور وتقديم المرشحين وجمع القوائم المالية مما يعزز شفافية العمليات الديمقراطية والإدارية في المجلس التنسيقي إلى جانب تفعيل منصة الابتكار للأفراد والشركات وذلك لتعزز التفاعل وتصليط الضوء على الإبداع في مجال الخدمات الحجية قدمت الإدارات والأقسام العاملة بالهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي أكثر من 326 ألف خدمة تقنية للمستفيدين عبر الوسائل التقنية المتاحة وأوضحت الهيئة أن منسوبية العمليات تعاملوا خلال العام الماضي مع أكثر من 39 ألف بلاغ في كافة محاور الخدمة كما استفاد مئتا ألف مصل وزائر من خدمة إشغال المصليات التي تقدمها الهيئة اعتمد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الديني خلال اجتماعه المنعقد مؤخرا وقد تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين العام بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024 ومن المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1115 مليار ريال بحلول نهاية عام 2024 تجاوز مجموع التبرعات للحملة الشعبية لغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 600 مليون ريال فيما يقدر عدد المتبرعين بأكثر من مليون و360 ألف متبرع وكان مركز الملك سلمان لغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق الحملة لغاثية على منصة ساهم إنفاذا لتوجيهات القيادة يواصل مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ضمن الحملة الشعبية لغاثة الشعب الفلسطيني تأتي هذه المساعدات ضمن دور المملكة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح جراء قصف إسرائيلي سدف منازل المدنيين في قطاع غزة وتجمعات النازحين في مدينتي دير البلح وخان يونس وفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل ثلاثة وثلاثين فلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء هذا ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسين امرأة وطفلا منذ بدء تصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم التسعين على التوالي وأوضحت الصحة الفلسطينية أن ستة آلاف واربعمائة وخمسين امرأة قتلنا خلال الاسهداف الإسرائيلي للمنازل والأحياء السكنية التي تعرض معظمها للتدمير من طائرات الاحتلال ومدفعياتها كما بلغ عدد الضحايا من الأطفال نحو عشرة آلاف مشيرة إلى أن تسعة وعشرين ألفا وثلاثمائة وثلاثة عشر مواطنا فلسطينيا قد سجلوا إما في عداد القتلى أو المفقودين بغزة من جانب آخر قتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون شمال الضفة الغربية أعلن صندوق الاستثمارات العامة اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ميبكو لتبلغ نسبة ملكيته أو ملكيته في الشركة ثلاثة وعشرين وثمانية من مئة في المئة ويهدف الصندوق من خلال هذا الاستثمار إلى تمكين شركة ميبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية عبر المنتجات القابلة للتدوير حيث تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم أعمال مشروع المنصة الوطنية للتبادل أصول الملكية الفكرية أتم وتهدف المنصة لتحفيز الإبداع والابتكار ورغمانة إجراءات تداول لأصول الملكية الفكرية بالإضافة لتعزيز الاستثمار بها بشفافية وموثقية عالية كما تقدم المنصة عددا من الخدمات الداعمة من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية وقعت هيئة تقويم التعليم وتدريب اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع عشرين شركة تعليمية تضم مئة وخمسة مدارس وسبعة عشر ألفا واربعمائة واربع وثلاثين طالبا وطالبة ويهدف الاعتماد المدرسي لضمان جودة المخرجات التعليمية وتدريبية وحوكمتها وزيادة رضا المستفيدين ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادا لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة مع مئة وخمس شركات تعليمية تضم ألفا ومئتين وإحدى وخمسين مدرسة تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي هذا وقعت هيئة تقويم التعليم وتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اعتماد اتفاقيات لاعتماد أربعة برامج أكاديمية جامعة المعرفة وشملت الاتفاقيات اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوس وهي تقنية التخدير وعلوم الحاسب ونظم المعلومات ونظم المعلومات الصحية حيث ستكون جميع برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الهيئة العامة لطرق وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إطلاق فرصة توطين صناعة فواصل التمدد بموقع الهيئة الإلكترونية ضمن مبادرتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة وتعزيز القدرات المحلية وسلسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني اختتمت وزارة الصناعة وثروة المعدنية حاضنة ومسرعة نمو الصناعية في مرحلته الأولى وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تمكين رواد الأعمال وأوضح وزير الصناعة بندر الخريف أن حاضنة ومسرعة نمو الصناعية تأتي في إطار حرص الوزارة على استحداث مبادرات وبرامج تسهم في تمكين الابتكارات والمشاريع الناشئة في القطاع وتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة ممكنة لرواد الأعمال الصناعيين مؤكدا حرص الوزارة على إيجاد حراك صناعي بمفهوم جديد في القطاع الصناعي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة فلك للمدونات اللغوية لخدمة الباحثين والمهتمين بالمجالات اللغوية والاجتماعية وغيرها ومساعدتهم في استكشاف الظواهر اللغوية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بالظاهرات اللغوية ورصدها ودراستها وتحليلها نتابع وفق أحدث تقنيات معالجة اللغات الطبيعية وآليات الذكاء الاصطناعي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق منصة فلك للمدونات اللغوية فلك منصة تعمل على تعزيز معلومات اللغة العربية وبياناتها في العالم الرقمي وإثراء محتواها اللغوي كما تسعى إلى تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي من خدمة اللغة العربية بإتاحة البيانات اللغوية اللازمة ذات الجودة العالية وتيسير عمليات توسيم البيانات اللغوية ستوفر فلك آليات بحث واستعلام عصرية بأساليب عرض تحليلية ذكية سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة كما تحتوي على أكثر من مليار ونصف المليار كلمة وأكثر من عشر مدونات جاهزة وثلاث عشرة أداة حاسوبية متقدمة منصة فلك صممت بحيث يمكن إضافة المزيد من المدونات إليها مستقبلا كما يمكن تطوير أدوات تحليل البيانات اللغوية فيها وتحسين تجربة المستخدمي عليها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية أسس ليكون مرجعا علميا على المستوى الوطني في اللغة العربية وعلومها والإسهام بتعزيز دور اللغة العربية إقليميا وعالميا وإبراز قيمتها المعبرة عن العمق اللغوي للثقافة العربية والإسلامية بدأت الهيئة السعودية للبحر الأحمر الجهة المنظمة والممكنة الرئيسة للسياحة الساحلية في البحر الأحمر زياراتها الميدانية كمتطلب لإصدار الترخيص اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في البحر الأحمر للمملكة وباشرت أعمالها بأربع عشرة زيارة شملت جدة وجزان ومحافظة الليذ ويهدف ترخيص مشغلية المراسي السياحية إلى تسهيل إدارة عمليات المراسي ورفع مستوى جودة خدمة العملاء والحفاظ على بيئة آمنة لليخوت وزوار البحر الأحمر أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 132 كائنا فطريا في محمية نيوم وذلك بهدف إعادة توطين مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية مما يعزز من فرص بقائها والسمراريتها ومن بين تلك الكائنات ضباء الريم والوعول والمهل العربي استقبل ميناء الملك فهد الصناعي بينبع السفينة هوج سيدني أول سفينة لشحن السيارات منذ إنشائها عبر المسافنة وذلك من خلال المزود العالمي لخدمات النقل البحري هوج أوتولاينز وتحمل على متنها 1984 سيارة ويتميز الميناء إلى جانب موقعه للجغرافي بإمكانياته التشغيلية العالية حيث يمتلك قناتي اقتراب بحرية شمالية وجنوبية واسعة فيما تبلغ أعماق أرصفته 18 متراً يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع استقبل مؤخراً سفينة جولي المحملة بمركبة رالي دكار الفين واربعة وعشرين والتي ضمت ثمانمائة وأربعاً وستين مركبة وستاً وثمانين دراجة نارية وخمسة طائرات مروحية وتسعاً وثلاثين حاوية للمشاركة في رالي دكار السعودية لهذا العام بهذا وصلنا وياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه النشرة وختامها بأبرز ما جاء فيها الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لبرنامج العمرة والزيارة تصل المدينة المنورة وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام الفين واربعة وعشرين متضمنة ستة وثمانين مليار ريال في الاحتياجات التمويلية ولضمان جودة المخرجات التعليمية هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع عشرين شركة تعليمية عالمية شكراً لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة